بين مبارح والليل كانت كثير كثير قاسية الوضع عندنا هون عدد الأموات بس بيوم وليلة تجاوز الخمسمية وعدد المصابين جداد بيوم واحد كمان تجاوز الاربع تلاف هلأ صرنا تقريبا تقريبا شي ستة وتلاتين ألف مصاب وثلاث تلاف بين الأموات الشغل اللي كانت يعني حزنتنا مبارح كثير انه ما قادرين حتى الأموات تندخل يعني تندفن تنقل وتندفن بقى تدخر الجيش اليوم الصبح ومبارح عشية لحتى ينقل الأموات من المدن المنكوبة يعني مدينة بيرجامو مدينة بريشة اللي احنا فيها لينقلها على مدن تاني بعيدة يعني مناطق أقاليم بعيدة مشان يقدر يدفنوها بينما احنا هون بالمستشفى عملنا خيم كبيرة مثل خيام اللاجئين لمحط فيها الأموات يعني بيحطوهن بقلب بقلب توابيط من خشب بيغلقوهن منيح وبحطوهن ممنوع حدا يشوفهم ممنوع حدا يقرب عليهم يعني شغلة صراحة عجيبة غريبة ما شايف يمكن بالتاريخ صار في هيك بس التاريخ المعاصر يعني صعب واحد يتوقع انه يشير هيك نحن هلقا بنتوقع من هون للأحد توصل للزروة يعني توصل للماكسيموم بين الأموات والمصابين بس كل أملنا انه من الأسبوع الجاي الأمور انه تبلش يعني مش انه تخف بس ولكن تصير متوازي يعني يكون معاش فيه هالعدد الكبير اللي عم ينصاب او عدد الأموات الكتار وهيدا رح يساعدنا لحتى نفهم كيف الكورونا فيروس لون بده يوصل يعني طبعا البلد بعده كله يتمسكر ما حدا فيه يمرق بالطريق إلا ان احنا الجسم الطبي يعني واللي راح يقضي حاجته يشتري حاجته الشرطة والجيش بكل المناطق